عجبني جداً الكلام اللي قاله الشناوي النهاردة اللي قاله بيتسو موسيماني النهاردة رداً على المدير الفني هو دي المباراة الحلوة اللي بنشوفها ما بين المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني والمدير الفني للودادر المغربي وليدر ريكراك عايز يكسب حقه محدش يقدر يتكلم محدش يقدر يقول أي حاجة حقه أنه هو يكسب وحقه أنه هو يقعد يلعب بيتسو موسيماني ويقعد يلعب يقول أنه أحسن طبعا هو أحسن على فكرة الكلام اللي قاله وليد الرجراجي ده هو كلام حقيقي مفوش أي كدب يعني أو أي رياء هذه هي الحقيقة النادي الأهلي هو بطل إفريقيا لو حتى لا قدر الله حصل حاجة النادي الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي هو النادي الأكبر حصولا على بطلات في إفريقيا يعني محدش بيقول حاجة ليست حقيقة هي الحقيقة ولكن في نفس الوقت احنا عندنا عزيمة وإصرار نحن نلعب بكرة إن شاء الله وناخد الحداشر كلام اللي أنا بقوله لحضراتكو ده بقالي ثلاثة أيام ما بعملش حاجة غير أن أنا قاعد متابع قناة الأهلي وبشوف لعبة الأهلي بتعمل إيه بكلم الناس هناك وبعرف الدنيا ماشية إزاي وبحاول أعرف كل حاجة علشان أعرف الواحد بيبقى عنده بعض حاجات كده بتحصل بتخليك تبقى مستريح وزي ما قلت لحضرتك النتيجة دي مش بتاعتي حدش عارف حاجة نتيجة دي ربنا بس هو اللي عارفها أبصوا حضراتكو اللعيبة منذ قليل أم داخلين المحاضرة تحس آه أنا مستني الماتش وكل حاجة ولكن في نفس الوقت أنا يعني مش متنشم مش عامل مش اللي هو لا دنيا هادية الحمد لله الأمور جيدة إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ونلعب لعب النادي الأهلي لو لعبنا لعب النادي الأهلي صدقوني حنقدر نكسب صدقوني يلعب اللي يلعب والمصابين تقريبا كلهم رجعوا بالسلامة باستثناء محمد عبد منعم لكن بقية اللاعبين بالكامل كلهم موجودين معرفش حتى كمان محمد عبد منعم مش عايزين نقول لكن النادي الأهلي تعود على البطولات النادي الأهلي تعود على البطولات خلاص ما يعرفش غير المنافسة على الألقاب وخصوصاً البطولة الإفريقية كابتن ماهر متواجد الجل الكل متواجد كابتن ماهر عبدالواحد طبعاً المدير الإداري بيتسو موسيماني الكل الكل الحقيقة واقف بينتظر إيه اللي هيعمله النادي الأهلي بكرة النادي الأهلي لا يعرف إيه اللي المنافسة على الألقاب جمهورنا ده حاجة كبيرة جداً 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 وعظيمة جداً 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 حتشوفوا عظمة جمهور النادي الأهلي بكرة مش النهاردة بكرة حتشوفوه اللي عايز يفهم هو جمهور النادي الأهلي فاهم وعارف لكن اللي عايز يفهم عظمة جمهور النادي الأهلي حيفهم بكرة إن شاء الله زي ما قلت لكم وحكرر كل شوية حكرر هذا الأمر 14 مشجع أهلاوي وسط 50 أو 60 ألف تونسي ولكن الـ14 هزوا تونس كلها من تشجيحهم المحترم وحبهم لناديهم ومن قلبهم بيتكلمهم هذا هو الفارق الدائم ما بين النادي الأهلي وجمهوره وما بين أي حد تاني